يحكى أن ابنته لاكو زعيم التتار كانت تطوف في بغداد فرأت رجلا عالما من علماء المسلمين تتجمع الناس حوله فأمرت بإحضاره فلما مثل أمامها سألته ألستم تؤمنون بالله؟ قال نعم نؤمنون بالله قالت ألستم تزعمون بأن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ قال نعم قالت أولم ينصرنا الله عليكم؟ قال نعم قالت ألا يعني هذا أننا أحب إلى الله منكم؟ قال لا قالت لماذا؟ قال ألا تعرفين راعي الغنم؟ قالت بلى قال ألا يكون مع قطيعه بعض الكلاب؟ قالت بلى قال إذن ماذا يفعل الراعي إذا شردت بعض أغنامه وخرجت عن سلطانه؟ قالت يرسل عليها كلابه لتعيدها إلى سلطانه قال كم تستمر الكلاب في مطاردة الخراف؟ قالت مدامت شاردة قال وأنتم أيها التتار كلاب في بلاد الله وطالما بقينا نحن المسلمين شاردين عن منهج الله وطاعته فستبقون وراءنا حتى نعود إليه عز وجل وكما كنا بالأمس كذلك هو حالنا اليوم سوف يبقى الله يسلط علينا الكلاب حتى نتجمع من جديد